أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خذلكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم وجنمين للرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرقين فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فضرقنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فدولنا بركنه وقال ساحل أو مجنون فأخذناه وجنودهم فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليه مرويح العظيم ما تدل من شيء عتت عليه إلا يعد السكر وميم وفي تمود إن ظين لهم دمتوا حتى حين فعثوا عن أبد ربهم فأخذتهم الصعي غضوهم ينظرون وما استطاعوا من غيام وما كانوا من نصرين وغوم نوح من قبل فإنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأين وإنا نموسعون والأرض فرشناها فلعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زودين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحل أو مجن فأخذناه جنوده فنبتناهم في اليم وهو ملين أتواصوا به بل هم قوما ضاب فتول عنهم حتى حين فتول عنهم فما أن تذمرهم فذكر فإن الذكر وتافع المؤمنين وما خرغت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رسقه وما أريد أن يدعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا فإن للذين ظلموا ذنوبا متدنوا بأصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين آمنوا فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور كتاب مصطور في أرق ماشر البيت المعبور والسغف المرفوع والبحر المسجر إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء إن عداب والبيت المعبور والسغف المرفوع والبحر المسجر إن عداب ربك لواقع والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مصطور في أرق ماشر والبيت المعبور والسغف المرفوع والبحر المسجر إنما توعدون لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الربال سيرا فويل يومئذ للمكتبين الذين هم في خولي يلعبون يميدعون إلى ناريها المدعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون فزحر هذا أم أنتم لا تبصرون يسرواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما مئذون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم واغاهم ربهم عدا باجحيم قلوا واشربوها نيئا مما كنتم تعملون فتكئين على سور مصروفة وزودناهم بحور عين والذين آمنوا عملوا الشالحات والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم وشيء كل امرئ بما كسرهم وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويضوف عليهم والمال لهم كأنهم لؤرهم مكلون فقبل بعضهم على بعض يد ساءلون قالوا إنكم كنتم قالوا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين فمن الله علينا وقال عذاب السموم وقال عذاب السموم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشرقين فمن الله علينا وقال عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو المر الرحيم فذكر فما أنت من عمد رمي مكاين ولا مجنون أم يقولون شاعرون تربصني ريب المنون وتربصن فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاقون أم يقولون تغوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صالغين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المشيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم مثل الظالم مبين أم أهل المنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مورم مطقلون أم عندهم الغير فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروه من المجيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقضيغون سحاب مرغون فذرهم يخودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يومهم الذي يسعبون يوم لا يوني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعمنا وسبح بحمل ربك قبل ذروع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إلى هوا ما ضل صاحبكم وما غواه وما ينضف عن الهوا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القواه بمروة فاستوى وهو بالأفض الأعلى ثم دنا فتدلى فكان غاب غوصين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب له أهد ما رأى فذمارونه على ما يرى ولقد رأاه نزلة أخرى عند سرة المنتهى عندها جنة المأوى إذن شى سرة ما يوشى ما زاغ البشر وما فغاه ولقد رأى من آيات ربه القبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات ثالثة الأخرى فلكم الذكر وله الأمثى تلك إذا غسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فللإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد ما جاء وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من عين إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يمي من الحق شيئا فأعرض أن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك لهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما إن ربك واسع الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما إن ربك واسع الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أغشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزاكوا أنفسكم وأعلم من اتقى أبرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا فعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صوف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعجه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى بالنغفل إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عدد الأولى وتمودف ما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أبضل أبقى والمؤتفك تأهغى فغشاها ما غشا وبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذق الأولى أزوة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحل تدعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدون بسم الله الرحمن الرحيم لكتربت الساعد وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بارغة فماتوا من النكر فتولعنهم يوم يدعوا الدعي لا شيء نكر خش عن أبشارهم يخرجون من الأجداث سراعا خش عن أبشارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جرادوا منتشر مخدعين إلى الدع يقول الغافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربهم أني مغلوب فانتشر فوتحنا بواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فانتغوا الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر يريم أعينناه جزاء لمن كان كفر ولقد ترقناها آية فهل من متذكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا الغرآن للذكر فهل من متذكر كذبت عدن فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا شرشرا في يوم نخص مستمر تازعوا الناس فأنهم أعيز نخل من قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا الغرآن للذكر فهل من متذكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلنا قطفتنة لهم فارغبهم باستبر ونبئهم أن الماء بسمة بينهم كل شرب محتضر فنالوا صاحبهم فتعا طاف عقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا الغرآن للذكر فهل من مذكير كذبت قوم الوضن كذبت قوم الوضن بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل الوض نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نزيما شكر ولقد أنذرهم ودشتنا فتماروا بالنذر فقالوا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمسنا أعنهم فدوقوا عذابي ونذر ولقد شبههم بكرة عذاب مستغر فكيف كان عذابي ونذر فدوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا الغرآن للذكر فهل من مكتكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزموا جمعوا ويولون التبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال واسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم دوقوا ما استسقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشعكم فهل من مكتكر وكل شيء فعدوه في الزبر وكل صغير وكبير مستضر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مكتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والغمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا ضغو في الميزان وغيم الوزن بالقسط ولا تحسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العشر والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من شرشال كالفخر وخلق الجنة من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين وبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعدام وبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويمقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها الثقلان وبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أغضار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواد من نار ونحاسوا فلا تنصران وبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت سردة كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عادا به إنس قبلهم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عادا به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من نواشي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذبها المجرمون يضوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجناد جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خاصرات الضرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأنهن اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء رمكما تكذبان فيهما فاكية ونخل ونمان فبأي آلاء رمكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء رمكما تكذبان حور مغشورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف حضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كادبة خافضة الوافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبتا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسامقون السامقون أولئك المقربون في جنات النعيم طلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوب عليهم ملدان مخلد بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يشدعون عنها ولا يوزفون وفاكية مما يتخيرون ولحم ضير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وقبل بعضهم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكب وفاكية كثيرة لا مغضعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء واجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متصرفين وكانوا يسرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون عيدا مثلا وكنا طرابا وعظاما أئنا ننبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى بيقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شير من زقهم فمالئون منها البضون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرباهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون فأنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونوشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن الموزلون لو نشاء لاجعلناه جاجا فلولا تصدقون لو نشاء لاجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الموشئون نحن جعلناها تنثرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المضهرون تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أغرب إليهم منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم تعلمون ترجعونها إن كنتم شادقين فأما إن كان من المقربين فروحوا وريحان وجنة نعيم فروحوا وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أشحاب اليمين فسلام لك من أشحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتشكية اليحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو من كل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخل منها وما ينزل من السماء وما يعج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض إلى الله ذو رجعوا الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل فهو عليم مدات الشدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا وعملوا الشر فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لكم أجر فدي وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميتاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخذكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم مرءوف رحيم وما لكم ألا تؤمنوا وما لكم ألا توافقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم من آفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين من بعد وقاتلوا فكل وعد الله الحسن والله بما تأملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرد حسنا من ذا الذي يقرض الله قرد حسنا فيضعفه له وله أجر فريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات النجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ذرونا نقتبس من نوركم وإذا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب فاضنه فيه الرحمة من غمره العذاب ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربشتم وارتبتم وورتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الورور فاليوم لا يؤخذ منكم فلية ولا من الذين كفروا ومأواكم النار هي مولاكم فبئس المصير ألم يأني للذين كفروا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع غلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يزال الذين آمنوا ولا يكوى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع غلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فضال عليهم الأمد فغتس قلوبكم وكثير منهم فاسقون اعدموا أن ما الحياة الدنيا اعدموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم إن المصردقين والمصردقات وغرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون واشوداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم كثير لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب يحيي اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعبوا له وزينة وتفاحر بينكم وتكاثروا في الأموال والأولاد كمثل ويت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراهم الشر ثم يعده ثم يكون حضاما وفي الآخرة عذاب وشديد ومغفرة من الله وردوان وما الحياة الدنيا إلا له وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء عدت بالذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فض الله يؤديه من يشاء الله بالفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرها إن ذلك عدى الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل بختال فخور والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الولي الحميد ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه مأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم واجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب وآتيناه الحكمة ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم واجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهدد فكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آتارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لبتدعوها ما كذبناها عليهم إلا وتقوى رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم قفلين من رحمته ويجعل لكم نورا دمشون به ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم جفلين من رحمته ويجعل لكم نورا دمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم